111. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى لمريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على عبده المصطفى سيدنا محمد النبي المشتبة وعلى آله وصحبه ومن بهذه اهتداء يخوتي في الله السلام عليكم والرحمة والبركاته من الله كنت معاكم مع آيتين من آيات سيرة موسى عليه السلام ولا تستغربوا إذا قلت لكم أن موسى عليه السلام قد ذكر ذكر اسمه في القرآن الكريم 136 مرة 136 مرة في 34 سورة أولها البقرة وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة وآخرها الأعلى صحف إبراهيم وموسى وفي القرآن ست سور تكرر فيها ذكر موسى عليه السلام أكثر من غيرها وهي على ترتيب الآيات الأعراف تكرر فيها الإسم 21 مرة القصص 18 طاه 17 البقرة 13 يونس 8 مرات الشعراء 8 مرات ومن طريف ما سمعته في تعليل تكرار اسم موسى في القرآن ما قاله لي شيخي محمود غزنوي في الفقه الحنفي وفي القرآن وفي علم المنطق وذلك عام 1378 هجرية عندما سألته عن هذا التكرار الكثير أكثر من غيره ولم أكن أعرف العدد بالضب لأنني كنت في المرحلة الممكن الثانوية فأجابني بحدة أفغانية قال لا عجب يا فؤاد أن يكثر ذكر كليم الله في كلام الله أن يكثر ذكر كليم الله في كلام الله ولكن قصة موسى عليه السلام بجميع جوانبها في القرآن كانت ولا زالت مليئة بالدروس والعبر للأمة المحمدية لتعرف ما مر على موسى من هؤلاء القوم سواء قوم فرعون أو قومه بني إسرائيل وإذا أردتم أن تعرفوا بإيجاز كبير كلمة موسى قيل في اللغة ماس الرجل رأسه أي حلقه بالموسى وآلة حلقة الشعر وهذا موسى كليم الله قيل هو في الأصل موشى بالشين عرب موسى بالسين وقيل الإسي مركب من مو وهي الماء باللغة القرطية القديمة وساء أو شجع معناه شجر لأن موسى أخذ تابوته من بين الماء والشجر وقيل إنه بالعبرانية معناها الجذب لأنه جذب من الماء وقيل بالمصرية القديمة موس يعني موسى ما أخذ من موس ومعناه الطفل على كل حال هذا سيدنا موسى ينتهي نسبه إلى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وسيدنا يعقوب اسمه إسرائيل فهو عليه السلام إسرائيلي واختصه الله بكلامه بلا واسطة واصطفاه بلإسالاته وكلامه وعلى كل حال الآية الثالثة في السيرة قال تعالى في سورة القصص وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا هذه الامرأة أو المرأة امرأة فرعون كانت مسلمة مؤمنة بالله موحدة هي وأطفالها هي يوما معها من بنات الصغيرات إلا أن فرعون هو الكافر ولذلك كانت امرأة فرعون تدعو الله سبحانه وتعالى أن ينقذها من فرعون وأن يكرمها ببيت عنده في الجنة ولم يقل وقال الزوج فرعون أو زوجة فرعون قال امرأة لأنها لم تلد له عندما دخل فرعون فوجد هذا الطفل وهو موسى بين يدي امرأته واسمها آسيا بنت مزاحم وهي رابع امرأة من كرام وأكرم نساء العالمين كما أخبر رسول الله الصلاة والسلام هم بقتله لأنه من بني إسرائيل فقالت قرة عين لي ولد ترجته قالت يا فرعون هذا قرة عين لي جاءنا بطفل ربنا وأكرمنا به فلا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ما عندنا ولد من بعضنا فقال الله فرعون قرة عين لك لا لي قال عليه الصلاة والسلام ولو قال قرة عين لي أيضا لهداه الله إلى الإسلام كما هداها ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تقول هي لوحدها قرة عين لي وأرادت أن تبقي موسى في بيتها وتأتي بأمه في البيت أو في القصر لترضعه فقالت إن معي زوج ومعي أطفال ومعي كذا في البيت لا أريد أن أترك بيتي إن أحببت يا آسيا أن تعطيني إياه أردعه وأتي به أردعه وأجي بك وإلا أخذي طفلك فرضيت وأعطتها من الأموال والجواهر والثياب ما لا يعد ولا يحصى حتى قال رسول الله الصلاة والسلام سبحان الله تؤدي واجبا ترضع طفلها وتأخذ أجرا لها فهذا من عجائب الأسلوب القرآني وبعد أن ألقته نأتي إلى الآية الرابعة قال تعالى في الخصص أيضا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لا إله إلا الله نفذت أمر الله هذه المرأة الطيبة وألقت موسى في اليم وبعد ذلك أصبح فؤادها فارغا من كل شيء إلا من موسى وتعلقها بموسى حتى أوشكت أن تبدي به وتصيح بين الناس وولداه وابناه ورضيعاه هذا ولدي هذا ولدي لكن الله سبحانه وتعالى صبرها وثبتها وربط على قلبها فلم تفصح ولم تفضح الوضع الذي حدث وذلك لتكون من المؤمنين الصادقين السامعين لله سبحانه وتعالى ومصدقين لقوله إنا رادوه إليك كما أوحى إليها الله العجب في هذه الآية ما يراه القارئ أصبح فؤادها فارغا لو لا أربطنا على قلبها فيتساءل هل الفؤاد هو القلب ولا القلب غير الفؤاد الحقيقة ما دام الآية جمعت بين الفؤاد والقلب فلابد أن هناك فرق بين الاثنين لا بد القرآن لا يكرر الفؤاد قيل هو العقل والقلب هو هذا الذي يضخ الدم لبقية أجزاء الدسم وقال أحد العارفين كما جاء فيه كتاب اسمه معجم الكليات للكفوي ماذا قال قال نظرت فيه آيات القرآن الكريمة المتعلقة بالقلب وما يفعل فوجدت سبع آيات أو أكثر تشير إلى أن للقلب سبع طبقات ما هي هذا أحد العارفين بالله قال القلب سبع طبقات هي الأولى من فوق الصدر ثم القلب ثم الشغاف وفي الوسط الفؤاد ثم حبة القلب والسادس السويداء والسابع المهجة ولكل طبقة محلها من القلب ووظيفتها فالصدر محل الإسلام ومحل وسط الشيطان ما رأي الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ما قال يشرح قلبه يشرح صدره وفي سورة الناس يوسسوا في صدور إذن هذا مكان اللي هو الصدر اللي هو الطبق الفوقاني الأولى طيب القلب الطبقة الثانية موطن الإيمان وموطن الإنفعالات قالت العراب أمنا قل لا تمنوا علي إيمانكم أو إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إذن لسا الإيمان سيدخل القلب إلى الطبقة الثانية إذن الطبقة الثانية مهمتها ومكانها الإيمان الطبقة الثالثة الشغاف هذه محبة الناس محبة الخلق قال تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراوذ وفتاها عن نفسه أو عن نفسه قد شغفها حب يعني أن حب يوسف وصل إلى الطبقة الثالثة وهي الشغاف من قلبي امرأة العزيز أما الفؤاد فهو وسط القلب وهي الطبقة الوسطى ولا يسمى فؤادا إلا لأنه يتفقد ويتشوى وكأنما يتوقد هذا أو هذه الطبقة الوسطى هي مهمتها رؤية الحق كنوا للحق وأحق الحق الله ما كذب الفؤاد ما رأى الطبقة الخامسة تسمى حبة القلب هذه مهمتها محبة الحق لأن بعض الناس قد يعرفون الحق ولا يحبونه فإذا أحب الإنسان ما رآه من حق قد وصل حبه أو حبه إلى حبة القلب ولذلك يأتي بقوم الله سبحانه وتعالى يحبكم يحبهم ويحبونهم الطبقة السادسة السويداء هذه موطن الاستنباطات الفقهية من آيات القرآن ومن الأحاديث الشرعية ومن العلوم يعتكف الإنسان هكذا ويعقف على الآية أو الحديث ويستخرج منها ما يشاء ولو لدوه إلى الله وإلى الرسول لا علمه الذين استنبطونه ولذلك من أراد العلاء سهر الليالي عكف على ما سيدرس وعلى ما سيختبر فيه لا يسهر على الأشياء الفارغة وقيل أن سيدنا وإمامنا الشافعي رحمه الله جلس ليلة أمام حديث ما فعل أنه غير يا أبا عمير قال وقف أمام هذا الحديث فاستخرج أربعين مسألة فخية هذا العكوف هذا الاتجاه نصل إلى الطبق السابع والأخير من القلب وهي المهجة هذه المهجة مهجة قلبي هي موتنة تجليات والسبحات في التفكير وفي ما يريد الله للبشر من فتوحات أنوار كان رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه ثم يغيب عنهم بعينيه ويسألونهم أينك يا رسول الله يقول كنت أتفكر في اسم من أسماء الله الحسنة مثلا الجبار الرحمن مرة كذا ومرة كذا الآية تشهد على ذلك إذا تليت آياته عليهم وجلت قلوبهم والذين إذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم يا هكذا مكان التجليات على كل حال هذه الآية تثبت بأن القلب غير الفؤاد وأن هناك الصدر وطبقات السبعة هذه لم يذكر منها في القرآن إلا الثلاثة هذه الصدر والقلب والفؤاد من باب العلم بالشيء والثاني عرفت بصفاتها ننتقل إلى الآية الخامسة قال الله تعالى في سورة القصص سبحان الله وقالت لأخته قصي فبصرت فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم علىه لبيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون أرادت الأم بعد أن ألقت ولدها الرضيع في التابوت وألقته في اليوم أن تذهب بنفسها لترى خبر هذا الرجل لكن خافت أن تفضح ولدها فطلبت من أخته أخت موسى أن تقصه أثره يعني تمشي هكذا إلى جانب الساحل وتشوف فين وصل التابوت فين وصل التابوت فبصرت به بعينها وأحست بقلبها هذا بصرت أما أبصرت بالعين فقط عن جنوب وكأنما تلاحظ هكذا من طرف عينيها وهم لا يشعرون أنها بتلاحظهم ورأت وسمعت قوم في يدهم طفل يبكي ولا يقبل أن يرضع من هذه ولا من تلك لأن الله حرم عليه المراضع أي المرضعات لا تحريم شرعي بل تحريم قدري وكوني من قبل أن يلقى فقالت لهم هذه أخت موسى يا قوم أنتم ما هي الفرعون ملكنا حاكمنا هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه هذا الطفل الرضيع ها قالوا هل يكفلونه لكم هم له ناصحون فقال هامان أو تعرفينه قالت لا وإنما هم ناصحون للملك ويريدون العطية من الملك طبيعي القوم قالوا لي هامان الآن نحن في تحقيق من هؤلاء إلهي قالت أمي أمك هل عندها لبن قالت نعم إنها عندها ولد صغير فرضعه لازالت هارون فآثت الأم ما وضعت الطفل اللي هو موسى على صدرها إلا وبه يلتقم ثديها ويمتصه مصا وسكت عن البكاء والصريخ ونام مرتاحا شبعانا هكذا فضل الله ثم تاتي آيات آيات إذا أراد الله نتابع هذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم والرحمة والبركات من الله هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزنه ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزنه ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهامي لأوائلنا وأواخرنا ادعوا للعلم وللعمل لشيء سواه يهمبنا هذا القرآن